مش هاخد اقل من 4 مليون دولار اما مليون والكلام ده مش انا شيكابالا هيعتزل الكورة وهيمثل وهيشارك في فيلم قريب واشترت اجره ما يقلش عن 4 مليون دولار فيطر ايه حقيقة اعتزال شيكابالا ومين هيمسك الرغية من بعده وهل فعلا هيبدأ فصل جديد في حياته بالتمثيل وازاي شبهوه بولي سماث بعد 21 سنة لابس التيشيرت الابيض اللي بخطين حمر شيكابالا خلاص هيعتزل كرة القدم خالص هو بنفسه قال معاد اعتزاله ورفض التجديد رغم تمسك حسين لبيب به من سنتين واكتر بيت قال ان شيكابالا هيعتزل كرة القدم ولكن بنلاحظ انه بيشارك في بطولات ومن شهور في مصادر داخل الزمالك صرحت انه هيعتزل نهاية الموسم اللي جاي وهيكون ده الموسم الاخير للأسطورة ولحد ما ظهر شيكابالا بنفسه قال المعاد اللي هيعتزل فيه شيكابالا قال ان فيه تجديد لتعاقده مع الزمالك لمدة موسمين لكنه قرر الاعتزال بنهاية الموسم اللي جاي وقال انا مخدتش مؤدم تجديد تعاقدي مع الزمالك لحد دلوقتي وما اقدرش افرض شروطي على النادي وشايف كمان ان الميزة في المجلس الحالي هي تحديد موعد المستحقات المتأخرة والحصول عليها في الموعد المحدد وكمان علشان حسين لبيب رياضي ففهم شيكابالا جدا وكان متفاهم معي بشكل كبير لدرجة ان لما تم التجديد معي لمدة موسمين جايين حسين لبيب بلغه وقال له حط المبلغ اللي انت عايزه ولكن هو رفض ودي له حرية الاختيار يعتزل وقت ما يحب شيكابالا قال انا مش هادر اكمل سنتين هي السنة اللي جاية اخري في الزمالك وحلوة اوي كده انا شايف ان دا هيكون الوقت المناسب لان الحكاية كلها شغف ما فقدتهوش لحد دلوقتي ولكن جه الوقت اللي قدي فيه الراية لحد تاني يكفيني ان لما الناس بتشاور علي بتقول دا شيكاب داع الزمالك وما يهمنيش اني اكون اسطورة بس يطر مين ممكن يمسك الراية من بعده هو قال الزمالك عنده كابات كتيرة زي زيزو واباما وفتوح ومحمود علاء بيسهل المأمورية في اي موقف وهم ابناء النادي لكن الكل كان مستغرب لما شيكابالا يعتزل هيعمل ايه هل هيكمل في المجال الكروي ولا مخطط لايه لما كان مرتضى منصور رئيس النادي اتقال ان شيكابالا هيعتزل ولكن هيمسك منصب داخل الزمالك لكن هو ما اكدش دا وقال هفتح اكاديمية في اسوان لخدمة اهل بلدي وهيكون لها فرع كمان في القاهرة فاسوان في مواهب زي 100 مرة لكن محدش بيهتم بيهم وباللي صرحوا الساعات اللي فاتت وبعد فوز الزمالك بالصوبر الافريقي على الاهلي شيكابالا قال انه هيمثل وهتكون بدايته الفنية من السعودية وتركي قال الشيخ عرض عليه يشارك في فيلم وقال له هتاخد اجر مليون ونص دولار لكن شيكابالا رفض وقال له لو هوافق اني امثل مش هاخد اقل من 4 مليون دولار اما مليون والكلام دا مش انا بس عمر جاب الرد كمان على المستشار وقال له مليون ونص دولار ايه بس اساسا شيكابالا شبه الممثل العالمي ولا سمثة شيكابالا بدأ مشواره مع الزمالك في صيف 2003 واخد تجارب احتراف اندية زي الوصل الاماراتي وسبورت انجليشبون البرتغالي والرائد السعودي وحقق لقب الدور المصري اربع مرات وكاس مصر خمس مرات وتوج بلقب الكنفيدرالية بعد الفوز على ناعدة بوركان في النهائي تفتكروا ممكن يتراجع عن قراره وياخر اعتزاله شوية ولا هيعتزل فعلا وهيدخل التمثيل وتتوقعوا مين من اللعيبة هيمسكوا الراية من بعده